نظمت جمعية التطوير العقاري البحريني لقاء تعريفيا بالجمعية برعاية معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري ورئيس الفخري للجمعية بحضور عدد من شركات التطوير العقاري وذلك في إطار التعاون والتواصل مع مختلف المطورين العقاريين والشركات العقارية في البحرين في إطار جهود جمعية البحرين للتطوير العقاري لتعزيز التعاون والتواصل مع مختلف الشركات التي تعمل في القطاع العقاري بالمملكة نظمت الجمعية لقاء مع شركات التطوير العقاري والشركات العقارية اللقاء جاء برعاية الرئيس الفخري للجمعية معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة وتسجيل العقاري قدمت خلالها الشركات عرضا مجزا عن أهم المشاريع التي يقومون بإنشائها لتلبية الاحتياجات العقارية في السوق البحريني وأعرب معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة عن أهمية إسهام هذا القطاع لاقتصاد المملكة القطاع العقاري في البحرين الحمد لله من أقوى المرافق الاقتصادية في البحرين وهو المرفق القوي اللي يجذب الاسم المستثمرين في هذا المجال والحمد لله البحرين يعني في هذا المجال متطورة كثير لأن ليش البحرين الحكومة وفرت كل الخدمات وكل القوانين وكل السبل في سبيل تطوير هذا المرفق السنة عدد الرخص اللي يعطيت للبناء بليون بونت ثري وسنة 2015 كانت حوالي 700 مليون أو شيء فهذه طفرة معنات البلد تجذب المستثمرين وهذه شيء يسعدنا جميعا حقيقة ولكي يحصل هذا القطاع على الاهتمام والتطوير الذي يحتاجه تقوم جمعية البحرين لتطوير العقاري بدورها لتطوير الفرص الاستثمارية ونقل اقتراحات وأفكار أصحاب الأعمال إلى الهيئة الرسمية لربطها بواقع الأداء بالإضافة إلى تقديم الإرشاد المهني والوظيفي الجمعية تأسست في 2010 وكان أهم أهداف إصدار الغوانين في 2010 ما كان ولا قانون خاص بالقطاع العقاري الحمد لله اليوم أكملنا جميع الغوانين الخاصة بالتطوير العقاري كما أكد رئيس جمعية البحرين لتطوير العقاري أن سوق العقارات في البحرين يعتبر من أفضل أسواق الإقليمية والعالمية التي تشهد نموا مستمرا وإقبالا من قبل المستثمرين نظرا إلى المقاومات التي يوفرها سوق العقارات في البحرين وهما يمنح المستثمرين الثقة المطلوبة للاستثمار كما أن الانتعاش المستقر للسوق العقارية المحلية يؤكد سلامة الإجراءات والقوانين التي رسمت الحكومة في سبيل حماية هذا القطاع في البحرين مقارنة بالدول الأخرى بالرغم من الصعوبات الاقتصادية الموجودة إلا أن هناك حركة متواصلة في مجال العقاري وهذا ما يفيدنا في هذا الموضوع حجم السوق البحرين إن ضمان انشاء وتطوير بنية تحتية مستدامة يعد ركيزة مهمة من ركاز النشاط الاقتصادي الصحي القادر على توفير مناخ ملائم لجذب كافة أنواع الاستثمارات ومما لا شك فيه أن الاستثمارات في القطاع العقاري في مملكة البحرين تبين متانة هذه البنى التحتية التي تقوم عليها الاقتصاد لا تقتصر أهمية القطاع العقاري في مملكة البحرين أنه يمثل رافداً أساسياً من روافد الدخل الحكومي بل أنه يمثل واجهة حضرية لما وصلت إليه من تطور عمراني أحمد البلوشي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر